اتكلم فيها فكرة ان احنا بنتكلم على كارلوس ساكيرش هي مدرسته كده فلسفته كده اللي بيختار لازم هو بيختار يعرف المدرب الايج يمسك المنتخف فلسفته ايه وامكانياتك انت ايه فلسفة هكتور كوبر كانت دفاع ويلعب على امكانيات بعض اللعبة ويكسب وحقق اداء ونجح تتفق تختلف على طريقة اللعب بس ده اللي حصل طب كارلوس ساكيرش انا مش شايفه فلسفة بس هو دايما مدرسته كانت كده مش المدرسة اللي تمتعك وانت بتتفرج على مدرشات الكورة سواء مع البرتغال او مع ايران او حتى مع جنوب افريقيا ما تفتكرنوش مدرشات كبيرة قصر فيها الدنيا هي مدرسته كده ففي النهاية هتجدد الثقة هتجيب مدرب تاني انت الاول شوف فلسفتك ايه الفترة الجاية عايز تتفرج على منتخب بيلعب كورة بجد وعايز تستفيد باللعب اللي عندك وشافي ان امكانات لعبتك اعلى من كده غير الجهاز وهي مدرب تاني وكارلوس كيروش لازم يتسئل لو انت عايز تجدد له في بعض التفاصيل لازم الناس تفهمها منه وغود محمد بركاته وحازي امام جوا مجلس الادارة بما انهم لعبت كورة لازم يعودوا معهم يفهمه فكرة ان انت عندك ايمن اشرف ومحمود علاء جوا المعسكر وتستدعي رم ربيعة وعلي جبر ويس فجأة تلعب بلعب جاي من فترة طويلة من الاصابة وفترة راحة وتدفع فيه في مباراة كبيرة زي مباراة السنغال مبارح طب انت في ابجديات الكورة وفي علم الكورة ما انت عندك لعيف في المعسكر عمل ده في خط الدفاع عمل ده في البقريت لعب عمر جابر في المطشين وعمر جابر كان صغرة دفاعية واضحة في المطشين ومن حسن حظنا انه خرج ونزل امام عشور وبرضه علامة استفهام ليه عمر كمال عبد الواحد منزلش فبالتالي صلاح لا هاجم ولا هدافع بس انا لو بعمل احصائية على صلاح ايام كوبر وبرضلي وكيروش الفترة الحالية مع كارلوس كيروش ده من اقل الفترات الفنية لمحمد صلاح هل طريقة اللعب؟ هل الاداء؟ هل المساحة؟ مين اللي كان بيعمل ده مع صلاح ايام برضلي وكوبر؟ ليه المركز ده مش بيتم تعوده بلاعج تاني؟ ليه ما بيتمش الاستفادة بأفشا؟ ليه ما بيتمش الاستفادة بمحمد شريف؟ ليه حاجات كتيرة جدا ممكن تتسئل فقبل باتفكر في التجديد اقعد وناقش كل الامور الفنية وشوف انت محتاج ايه للفترة اللي جاي عموما هو عقد انتهى والطبيعي امبارح زي ما الراجل اعلم في المؤتمر الصحفي عقد انتهى وبالتالي بتمنى التوفيق لللي جاي فالمفروض الفترة الجاي نفكر ونشوف احنا محتاجين ايه في الاربع السنين الجاية بالمناسبة كس العالم اللي جاي يالفين ستة وعشرين مش خمس مقاعد اقبت تسع مقاعد ونص فبالتالي حتى وانت بتحضر اللي جاي مش عيبه اصعب من اللي فات او من دلوقتي بس لما تحضر شوف مشاكلك كانت فين وحضر صح اشتغل على التصنيف قو رجالك جواه الاتحاد الافريقي واختر رجال يكون على قدر المسؤولية وليهم دور وفي نفس الوقت اختار كوالة لعيبة بشكل رائع جدا في الفترة اللي جاي شكرا